بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيش سنواصل شرح مقر كيميو عضوية واحد وسنمر إذن إلى الجزء الرابع من نفس المحور الرابع حيث سنواصل شرح قاعدة الأولويات لكان إنجلود وفريلوغ وكيفية تحديد الهيئة المطلقة S و R للكاربون الكيراني إذن سبق وقلنا في الفيديو السابق أنه لتحديد الهيئة المطلقة S و R للكاربون الكيراني بالنسبة للطالب يجب أن يكون الموقع الرابطة رقم أربعة تكون في المكان المعاكس للمراقب أو للطالب إذن فماذا سنفعل إذن إذا لم تكن الرابطة الرقم أربعة في الخلف مثلاً هذا المركب الذي يوجد أمامنا هنا هذا المركب كما تلاحظون يحتوي هنا على كاربون كيلارية تحمل بطبع الحال أربع روابط مختلفة كما تلاحظون بعد عملية ترقيم الروابط لحظنا هنا أنه هذه الرابطة رقم واحد هذه رقم اثنين ثلاثة وأربعة كما تلاحظون فإن الرابطة رقم أربعة هي توجد في أمام الشاشة متجهة إلى أمام الشاشة أي أنها في نفس موقع الطالب يعني أمام الشاشة وبالتالي إذن لا يمكن تحديد الهيئة المطلقة مباشرة لا يمكن قراءة اتجاه واحد اثنين ثلاثة مباشرة إذا كان رقم أربعة في نفس اتجاه الطالب يعني ليس في الاتجاه المعاكس وبالتالي إذن يجب أن نقوم بعملية تحوير حول وضعية المركب بحيث أن رقم أربعة يصبح خلف الشاشة وذلك من خلال عملية دوران حول محور الدوران الذي يتمثل هنا في الرابطة بين الكاربون هنا هذه الرابطة كما تلاحظون هذه الرابطة تمثل محور الدوران وسنقوم بعملية تدوير المركب سنقوم بعملية تدوير المركب بدرجة تساوي قرابة المائة وعشرون درجة بحيث أن رقم أربعة سيصبح مكان H ستصبح مكان CH3 وCH3 ستصبح مكان CH2 CH3 وكذلك CH2 CH3 ستصبح مكان الهيدروجين فبالتالي نتحصل على هذا الشكل نتيجة لعملية الدوران وكما تلاحظون ال H بعد عملية الدوران أصبحت في الخلف وكما تلاحظون C3 التي كانت في الخلف أصبحت في مستوى الشاشة وC2 C3 التي كانت في مستوى الشاشة ستصبح أمام الشاشة وهذا نتيجة لعملية الدوران كما قلنا 120 درجة تقريبا إذن في هذا الشكل الثاني كما تلاحظون أصبح الرابط لقم 4 أصبحت في الخلف إذن أصبحت في المكان المعاكس للطالب أي في الاتجاه المعاكس للشاشة إذن من خلال هذا الشكل إذن يمكن قراءة الاتجاه 1 2 3 كما تلاحظون 1 2 3 إذن هذا الاتجاه هو نفس اتجاه دوران عقارة بالساعة إذن يسمى التكوين المطلق R الكاربون الكيرالية التي توجد أمامنا هناك طريقة ثانية كذلك تمكننا من تحديد التكوين المطلق إذا لم يكن يعني رقم أربعة في المكان المعاكس للمراقب أو للطالب فمثلا نفس المركب هنا سنقوم إذن باستعمال طريقة ثانية حيث نقوم بتغيير موقع الرابط أربعة مكان الرابطة التي توجد في الخلف يعني إذن هنا هذه الرابطة الرقب أربعة سنضعها مكان الرابطة التي توجد في الخلف وذلك من خلال كسر الرابطتين يعني أربعة ستكون مكان ثلاثة وثلاثة ستكون مكان أربعة ونتحصل بالتالي على هذا الشكل كما تلاحظون هنا مع الاعتبار مع الاعتبار أنه إثرى كسر رابطتين سيؤدي ذلك إلى تغيير في التكوين المطلق وبالتالي إذن بعد تحديد التكوين المطلق إثرى عملية كسر رابطتين للرجوع بطبع الحال إلى التكوين المطلق للشكل الأساسي الأول قبل عملية الكسر وتغيير الروابط إذن نقوم بعكس التكوين المطلق المتحصل عليه فمثلا بعد عملية تغيير مكان الرابطتين هنا أصبح لدينا 1-2-3 1-2-3 إذن هو عكس دوران عقارب الساعة فبالتالي إذن S هذا التكوين المطلق S هو المركب الجديد بعد عملية كسر رابطتين 3-4 لتغيير كما قلنا مكان 4 فبالتالي إذن للعودة إلى التكوين المطلق الأول يجب إذن العكس إذا تحسن على S إذن يجب عكس هذا التكوين المطلق وبالتالي يكون R فبالتالي إذن التكوين المطلق للمركب الأول هو R